خليني أنتقل مع حضراتكم لملف آخر خاص بالإسكان ويعني فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا الدولة بتعمل فيها على قدم وساق بنتكلم عن سنين وسنين ماضية والحقيقة يعني لو دخلنا في عمق هذا الموضوع يمكن كان من أكبر ما يتعلق بقطاع الإسكان فكرة سكن بديل للمناطق غير الآمنة أجهزة الدولة نفذت مشروع سكن بديل للمناطق الغير آمنة الجاري تنفيذه في مدينة العبور الجديدة طبعا مدينة من يعني واحدة من المدن العديدة اللي دخل فيها هذا المشروع أو فكرة إحلال وتجديد هذه المدن والمناطق ولكن في مدينة العبور الجديدة تم تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة كما هو معتاد وذلك طبعا وفقا لتوجه الدحل نحو مواصلة الجهود المبدولة لتوفير الوحدات السكنية اللائقة لمختلف شرائح الدخل وأيضا توفير حياة كريمة للمواطن وذلك في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكملة الخدمات بجانب إتاحة بدائل للمناطق العشوائية غير الآمنة أو غير المخططة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلينا أقول لحضرتكم كمان إن مشروع سكن بديل المناطق غير الآمنة في مدينة العمور الجديدة جاري تنفيذه بالنسب إنجاز متقدمة في الحي لـ 14 بالمدينة المشروع بيضم تقريبا 96 عمارة فيها 3360 وحدة سكنية في مساحات تتروح ما بين 90 متر مربع و 115 متر مربع للوحدة و 96 وحدة إدارية سيتم ترحها بأنشطة متنوعة و 96 محل تجاري بالإضافة طبعا إلى مدرسة تعليم أساسي أمول تجاري ومركز طبي وحضانة وذلك لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للسكن في هذه المنطقة والحقيقة في هذا الملف تحديدا يمكن تكلمنا فيه بأكثر من شكل ولكن عندما نتحدث عن فكرة السكن البديل أو الانتقال إلى مناطق آمنة بنتحدث كمان زي ما ذكرنا في الخبر على توفير العديد من الخدمات الأخرى للسكان هو ليس مجرد سكن بيقدم للمواطن سكن كريم طبعا بيقدم للمواطن ولكن إحنا بنتكلم على خدمات كثيرة بتحيط أو بنا تحتية عديدة بتحيط بمكان السكن إن كنا بنتحدث عن نوادي مدارس جامعات مناطق تجارية وغير وغير من الخدمات اللي بتقدم سكن كريم للمواطن المصري وبالتالي على الجانب الآخر المواطن المصري بيقدم جودة أيضا في العمل للدولة اللي أعطته هذا السكن واللي أعطته حياة كريمة طليق بيه ترجمة نانسي قنقر